اهلا بكم اهلا بكم وهذه الحلقة من تواصل زي ما عودناكم في اول الحلقة بنقول اخر اخبار كورونا الحقيقة النهاردة معنا الكثير من الاخبار عن كورونا عنوين رئيسية في الاخبار ومهمة جدا اول خبر دايما في كورونا بنقوله من مصر اعلنت السيدة هالة زايد معالي وزير الصحة عن ان قريبا جدا هنبدأ التطعيمات بكورونا ما زالت المعلومات ربما ليست بالقدر الكافي عن التطعيمات اللي هنبدأ بيها في مصر لكن تظل سعر وقيمة او يظل سعر وقيمة التطعيم هو ربما الشغل الشاغل لبعض الناس النهاردة كشفت الاستاذ الدكتورة هالة زايد معالي وزير الصحة والسكان عن سعر جرعة التطعيم بكورونا وقالت مئة جنيه مئة جنيه للجرعة الواحدة ومئتان للجرعة تاني طبعا احنا عارفين ان الجرعة بينها وبين الجرعة التانية 3 اسابيع وعلى 20 يوم انها بتتاخد في العضل في الكتف وانه قيمة التطعيم هيكون باجر للناس القادرة وحيبقى مجانا لغير القادرين يعني كل الناس بتوح تكافل وكرامة هياخدوا التطعيم مجانا كمان قاعدة البيانات الاساسية اللي الدولة بقالها فترة بتحاول تعملها واللي هي بتعول عليها الكثير جدا من الامال لانها طبعا بدون معلومات بدون داتة انت لن تستطيع ابدا ان تقدم اي شيء للجمهور ما تقدرش لا تقدر تعرف مين غني ولا مين فقير مين محتاج مين اولى بالرعاية مين الاكثر فقرا مين الاكثر غنا بدون هذه القاعدة الكبيرة للبيانات لا تستطيع اي دولة ربما ان تصل الى اي اهداف او خطط طموحة مستقبلية وتلبي احتياجات ومتطلبات شعوبها وبالتالي فسعر الميت جنيدة اعتقد انه ربما يكون في متناول الاغلبية فئتين فقط خرجتها من السباق او خرجتها من التطعيم هما النساء الحوامل والشباب الاقل من 18 سنة وربما كنا عملنا الحياة سبق بهذا وقلنا في احدى حلقات تواصل انه الحوامل لن يأخذنا هذا التطعيم وان الشباب الاقل من 18 سنة لم يستطيعوا الحصول على التطعيم لسبب بسيط جدا انه التجارب السريرية التي اجريت على هذه التطعيمات لم تشمل بالاساس ولا سيدات ولا شباب اقل من 18 سنة ده كان الخبر الاول الخبر الثاني الحقيقة لندن ربما تتشح بالسواد والحقيقة الموجة القادمة كانت بالنسبة لبريطانيا لندن تحديدا صعبة جدا سمعنا عن ارقام كارثية في الاصابة بكورونا معدلات وفيات عالية جدا معدلات اصابة عالية جدا ربما لم تسجل في اي دولة اوروبية قبل ذلك علشان كده طبعا مع الوضع في الاحتبار ان بريطانيا خرجت من الاتحاد الاوروبي لكن نظل نقارن بينها وبين دول الاتحاد الاوروبي ونريد ان نقول انها ربما في مخيلتنا انها الى الان هي تحت مظلة الاتحاد الاوروبي ودائما ما نجملها اجمالا وتفصيلا في انها ضمن الاتحاد الاوروبي ما نريد ان نقول له ان على عكس ما هو متوقع في مصر احنا بنبشر الناس بعد 21 يوم من الان وبشهادة جميع الخبراء المتابعين في مصر واللجنة العلمية برئاسة الاستاذ الدكتور حسام حسني والرجل النشيط جدا الاستاذ الدكتور وجدي عبد المنعم بشرونا ان خلال 21 يوم هيحصل انخفاض رائع جدا وده بشرة للناس في مصر مش معناها هنقلل من الاحتياطات اللي بناخدها لكن ستصل معدلات الاصابة بكورونا اقل معدل لها خلال 21 يوم من الان يعني ان شاء الله خلال 3 اسابيع هنسمع عن ارقام منخفضة جدا لكورونا في مصر ساعدونا ان ده يتحقق وساعدونا ان ده يحصل خبر التالت هو المسحة باي باي المسحة باي باي هل فعلا المسحة بقت لم نعتمد عليها زي ما قلنا قبل كده انه احد التحليل المهمة كان خرج برضو خارج الحسابات المسحة احنا قلنا الحساسية بتاعت المسحة بتاعت كورونا تصل الى 60% وربما في النص التاني من الحلقة هنسمع تحليل لاحد المهتمين بالموضوع ليه في حالات المسحة تقول ايجابي وهي سلبي وليه في حالات المسحة تقول سلبي وهي ايجابي لدرجة ان درجة نجاح المسحة هي 60% معنا اتصال هاتفي الان من الاستاذ دكتور محمود التحتوي استاذ دكتور محمود التحتوي الحقيقة مدير عام التأمين الصحي بالاقصر حد من الكفاءات الندرة المحترمة جدا 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 يعني لا ازكي على الله احدا هو احد اساسة النساء والتوليد في الصعيد ولكنه يعني تشرف بانه مدير التأمين الصحي في الاقصر هيكلمنا عن في عجالة كده اهم الارقام اللي نقدر نقولها او اين يقف الان التأمين الصحي الجديد اللي هو حلم كل المصريين في علاج طبي ناجع محترم يستحقه جميع المصريين استاذ دكتور محمود التحتوي اهلا وسهلا اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور حسين حضرتك منورنا والله وشخصية قيمة وقامة وانا سعيد جدا بتواجد حضرتك معايا في هذا الاتصال طمنا يا دكتور محمود التحتوي على مستقبل التأمين الصحي المظلة الجميلة اللي وعد بها الرئيس السيسي واللي وعدت بها الحكومة في علاج طبي محترم لمواطن محترم بالاكيد وبالاحرى يستحق هذه الخدمة الجيدة كلنا طلعنا اوروبا وشفنا التأمين الصحي ازاي بيغطي هناك ودول عربية كثيرة ايضا يعني تزدان بهذه الخدمة فعايزين البشرة من حضرتك اتفضل وسهل دكتور محمود التحتوي مدير التأمين الصحي بالاكسر طبعا من حزن الحظ ان الاكسر تكون تاني محافظة على مستوى الجمهورية تدخل التأمين الصحي الشامل واحنا ده شغالين على قدم الوثاق حاليا لدخول في المنظومة تقريبا من خلص المستشفيات وخلص تقريبا التسجيل يمكن وصلت نسبة التسجيل تقريبا 800 ألف من مليون و300 ألف لعدد سقان لكسر حاليا اعتمدت بعض المستشفيات زي مستشفى أرمانت التخصصي مستشفى إسنا التخصصي أو مستشفى حورتس ومستشفى طيبة الأزماء الحديثة اللي هي لأرمانت وإسنا عدد الوحدات الصحية اللي داخلت تقريبا تأمين الصحي الشامل واعتمدت في حدود 22 واحدة صحية والحمد لله نحن شغالين حاليا وخلال يمكن أول شهر اتنين احتمال كبير يكون فيه بداية إن شاء الله للتأمين والتباح الأقصر دكتور محمود ده هذه بشرة الحياة يعني أنا فجئت زي ما حضرك قلت دلوقتي بوصول العدد إلى 800 ألف من إجمال مليون و300 ألف فده معناه أنه فعلا الناس شغالة كويس جدا يعني تحية برضو للدكتور أحمد السبكي الحياة يعني بكتهت جدا والحقيقة عايزة أقول للسيدة المشاهدين إنه بسأل على الدكتور محمود التحتوي فحد حد من اللي وقفين على الباب قال له هو بيروح أساسا يعني الحقيقة يعني أنا سعيد قوي بدا وسعيد بأن حضرك لا تكل ولا تمال ودي التقات اللي احنا عايزينها في مصر الحقيقة يا ترى يعني احكس لنا بعيون حضرتك مدى ردى الناس عن الخدمة ومتى نستطيع أن نقول إنه الخدمة بدأت على بطاق واسع جدا يستفيد منها كل أهالي كل محافظة وفي النهاية المزلة تصل إلى كل مصر اتفضل إفن إن شاء الله قريبا بإذن الله حد التنميز صحي الشامل بالأقصر حيغطي كل المواطنين الأقصر المليون و300 التسجيل تقريبا خلاص أوشك في بعض الأماكن أوشك على النهاية بتاعتها بعض القارة وبعض المراكز خلص التسجيل تقريبا الشغل بصراحة في المستشفيات المستشفتين اللي هم دخلوا تابع الرعاية الصحية مستشفيات على مستوى عالي مستشفيات رائعة تكاد تكون على المستوى الأوروبي خمس نجوم يا دكتور محمود ده حقيقة يعني لا ده حقيقة باشا أنا ما بتكلمش أنا ليس مسؤول عن الرعاية أنا مسؤول عن التأمين الصح الشامل أنا مسؤول عن نعم أنا مسؤول عن التأمين الصح الشامل اللي هو التمويل والتعاقد إنما الرعاية هيئة الرعاية مسؤول عنها حد تاني مدير فعل الأقصر للهيئة الرعاية فأنا بقول لحضرتك لا التأمين الصح الشامل هيئة الرعاية مهتمة جدا بالأداء ومهتمة جدا بالشكل ومهتمة جدا بالتقم الطبي ويمكن كمان على فكرة كانوا مهتمين في الفترة الأخيرة أنا كنقبة طباء وأنا وكيل نقبة طباء الأقصر بطالب برضو بتطعيم الفريق الطبي لأنها ده أهم حاجة بالنسبة لنا نسبة الوفيات عالية بالنسبة للفريق الطبي فأنا تمنى أن يكون اللقاح وصل وإن شاء الله بإذن الله ياخدوا للفريق الطبي بإذن الله النهاردة على فكرة يا دكتور محمود وعدت وزيرة الصحة أن التقم الطبي له الأولوية الأولى يعني ده تصريح معالي وزيرة الصحة الأستاذ دكتور هالة زايد اليوم كان فعلا نفس النقطة اللي حضرتك ترحتها أنا في النهاية أستاذ دكتور محمود التحتاوي بقول مصر ما نقلقش عليها مدام فيها شباب محترمين زي الدكتور أحمد السبكي وطاقات هائلة رائعة جدا زي الأستاذ دكتور محمود التحتاوي نقيب أطباء الأقصر أو وكيل نقابة أطباء الأقصر وأستاذ النساء والتوليد المحترم ومدير التأمين الصحي بالأقصر أنا بشكرك جدا على المداخلة دي ربنا يخليك يا فنزم شكرا أستاذنا الدكتور محمود التحتاوي أنا بشكرك عايزين المشاهدين كانت مكلمة مش بعيدة عن تواصل يعني وإحنا في تواصل بنزرع الأمل في النفوس بنمد الأيدي لكل محتاج لأنه النهاردة لما تيجي حالة عايزة حاجة تأمين صحي هنرفع السماعة على أستاذنا الدكتور محمود التحتاوي المسؤول عن التأمين الصحي الشامل في الأقصر وحنكلمه حيساعدنا وهكذا فمصر مليئة بالطاقات فقط نحطي لها الفرصة لتعبر عن نفسها وتعبر عن حبها لهذا الوطن كل حد عنده أي مشكلة يتواصل معانا على هذا البرنامج الذي هو طاقة نور وطاقة عطاء لا تنضب أبدا برنامج تواصل الحقيقة آخر حاجة بس عايزة أقولها في نشرة اليوم اللي كان فيها أخبار عن كورونا وخبر صار جدا عن التأمين الصحي الشامل احنا قلنا على ثلاث حاجات أو حاجتين في الأول باي باي قلنا المسحة بتبديها الشاملة باي باي ناس كتير اتنقشوا معايا طب هو لما هي ستين في المية وبتطلع غلط في حالات كتير تصل لاربعين في المية بنعملها ليه؟ من الأساس فأنا بقول لهم إذا كانت نسبة النجاح ستين في المية فمحدش ادينا بديل آخر كأطباء معرف الناس عندها ولا لأ يعني ستين في المية درجة نجاح معقولة تجعل هذه الخدمة في قطار الخدمة لحد ما يجي تحليل تاني نسبة نجاحه مية في المية كلوروكوين اللي تكلم عنه دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تراجع إلى الوراء كل المجموعات البحثية والأبحاث الإكليميكية والسريرية قالت أنه الكلوروكوين غالبا ليس له هذا التأثير إطلاقا طلع عندنا طبعا الإيفرمكتين اللي هو الإيفرزين الحقيقة الإيفرزين يعني الآن يطبق وداخله البروتوكول المصري وححكي لكم مرة في حلقة إن شاء الله أو لو تبقى وقت في الحلقة البروتوكول بناخد كام حبة إيفرزين وبيعمل إيه؟ لأنه دواء ما هوش كان بتاع فيروسات في الأول وفي الأساس هو أنتي ميكروبيا ضد الميكروبات لكن لما يطبق مع كورونا وجد أنه له نتائج كويسة تكاد تتخطى كثيرا الكلوروكوين وحتى الأفجان اللي هو الدواء الياباني عزيزي المشاهدين وصلنا لآخر أخبار كورونا فاصل وبعده نواصل لا تدير المؤشر عن قرارات الصحة والجمال فما زال في جعبتنا الكثير والكثير والكثير نداء إلى كل صاحب مرض نداء إلى كل حاجة طبية ارفع السماعة وكلمنا على الأرقام اللي على الشاشة أنا الدكتور حسين الشورى في خدمتكم أتواصل معاكم كل يوم 12 بالليل في برنامج تواصل لنحقق معا كل ما نصبه إليه ونبني بأيدينا جسرا يسير عليه كل طالب للشفاء وباحث عنه لا نداء الكمال ولكن أنا نصبه إليه فاصل ونواصل